توسع دائرة الاقتتال القبلي في ولاية نيل الأزرق السودانية ترفع من مخاوف انزلاق البلاد إلى أتون حرب أهلية في ظل أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة العنف بين مجموعة قبلية أدى وفق آخر الإحصائية الرسمية إلى مقتل أكثر من سبعين شخصا في ولاية نيل الأزرق فيما أعلنت السلطات السودانية حظر التظاهر وتجمعة في مدينة كسلا بعد مظاهرات أحرق فيها محتجون مقر الحكومة وبعض مؤسستها وفيما تمتد وحداث العنف إلى ولاية سودانية عديدة أخرى استجاب الألاف لدعوة أفراد من قبيلة الهوسة لمظاهرات تحت شعار مليونية نصرة الهوسة بإقليم النيل حيث تظاهر ألاف من القبيلة بالعاصمة الخرطوم وأغلقوا الطرق بعدة مناطق احتجاجا على ما يقولون إنها أعمال عنف استهدفتهم في النيل الأزرق أما هنا بمدينة روسيرس في ولاية نيل الأزرق تم إحرق عدد من البيوت فيما أثاد شهود أن الكثير من الأشخاص بدأوا في التنقل عبر سيارات وسيرا على الأقدام نزوحا إلى ولاية سنار المجاورة وبينما أعلنت السلطات في كسل شرقي البلاد حضرا للتجول عقب مقتل ثلاثة مواطنين يعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية في الخرطوم عن نزوح ثمانية عشر ألفا من النيل الأزرق هربا من العنف مضيفا أن السلطات في الخرطوم أرسلت للنيل الأزرق مواد إغاثية ومتطلبات إيواء ومساعدات صحية وغذائية وفي غمرت هذه التطورات اتهمت قوى الحرية والتغيير في السودان أطرافا قالت إنها محسوبة على النظام السابق تحاول العودة إلى واجهة الحكم من خلال تأجيج النزاعات العرقية واللعب على ورقة القبلية كما حملت السلطة القائمة مسؤولية تفاقم أوضاع وتأخرها في التدخل حتى بلوغ الخسائر البشرية حجما كبيرا موجهة أصابع الاتهام كذلك إلى بعض القوات الأمنية بتسريب السلاح لعناصر قبلية من أجل تأجيج العنف